كل اللي نتكلم على المحطات الحلوة والمحطات الصعبة منحطة مهمة جداً بخير يمكن ما كلمتش كتير عن المرحلة دي لأنا متأكدة أنه أي مش بس فنان لبناني أي إنسان لبناني كانت تطرق قاسي عليه تحديداً للفنانين لما بلد يحصل فيها حرب أهلية شنيعة مسلحة الحابل يختلط بالنابل كتير من الفنانين لبنانين يا إما خرجوا برا لبنان يا إما معطرين على ريكو مساكين حاولوا يقوموا الظروف أكيد دي محطة صعبة في حياتك صعبة وكانت بالنسبة لي تحدي يا أكون أو لا أكون لو فضلت بالحرب لا فيش خلص باي باي وأنا لسه لسه طالع وجوايا شغف مش طبيعي فلما جيت مصر 74 قلت لا أنا لازم أرجع على مصر أقوى من هيك مع أنه مضيت ثلاث أفلام وراء بعض مع تنطاوي سيد تنطاوي وكان حمي بكر معايا حبوني قوي كان عندي حظ أني شوفت كل فنانين مصر بليلة وعبد الحليم اللي هو مع شوقي وحبيبي أنا بعدين رحت لسوريا عشان كانت سوريا الأولى ممكن سوريا أنساها في حياتي وشعب سوريا ودايما بتكلم عن فضل البلد اللي فتحتها الدرعة حضنتني وعملت أفلام مع دورة لحام الكبير وأبو صياح وأبو عنتر وصباح جزائري عملت مجموعة أفلام حلوة أوي أمال بقى لما غنيت في باريس أنت كنت عشت هناك أو كنت بتروح تعمل عقد وترجع ولما كنا في سوريا جاني عقد على باريس ورحت على باريس وهناك بقى خطوة تانية في حياتي أني كان أكتر الزمل اللي هنا كان معي فنانين عرب سعوديين عبد الله الروايشد عبد الرب إدريس طلال المداح أنت غنيت مع بعض الإجليكة؟ ففت بلون تاني اللي هو الخليجي بعدين جاتني فرصة أنه قالوا في فيلم من يطفي النار مع أسهار الحكيم وفريد شاو